يا مساء الخير يا مساء الحب يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى قدنا على شاشة القناة الأولى النجاح أكيد طعمه حلو وأكيد مش حلو بس ده حلو قوي كمان وخصوصا لما يكون النجاح مش جاي بالسهل كتا يعني تعبانين في وعملين مجهود كبير وشقيانين قوي عشان نقدر ننجح ونوصل ونوصل للتارجد هدفي اللي أنا بصاله واللي أنا عايزة أروح له النجاح جميل إن أنت تنجح في شغلك وتحقق مكانة عالية وإن أنا بقى يعني ست نجحة وفي شغلي نجحة وبوصل لبوست معين في الشغل كمان حلو قوي إن أنت تنجح في الرياضة وتكسب بطولة وجدا جميل جدا أنت تنجح في الامتحان وتجيب درجات عالية جدا وتكون فخور بنفسك كل ده نجاح وعايزة أضيف بقى للنجاح مش بس في الشغل ومش بس في الرياضة ومش بس في الامتحان كمان الست في بيتها لو نجحت إن هي تبقى أم شطرة وبتشتغل شطرة في شغلها وفي بيتها ومعجوزها ده نجاح خارق مش أي ست بتعرف توصله وده نجاح يتسقف له يقول لها برافو شابوه ليك إن أنت قادرة تثبيتي وجودك مع بيتك وولادك وجوزك وشغلك والمجتمع اللي أنت عايش فيه بس ده بقى مش معناه إن أنا لو خسرت جولة أو خسرت مثلا لو أنا بلعب رياضة وخسرت بطولة إن أنا ما بزلتش مجهود إن أنا ما تعبتش وشقيت عشان أوصل للليفل ده لفل الوحشة اللي خلاص البطولة النهاية لأن أنا ممكن أكون تعبانة طول السنة وإبني مثلا اللي هو في البطولة ده تعبان وشقيان وإنتم مش متخيلين التمارين اللي بيبقى فيها أي رياضي كل يوم ساعة ستة الصبح ويروح يتمرن أربع خمس ساعات وتاني يوم معرفش سبع تمن ساعات ولما بيكون فيه بطولة بيبقى قايم نايم في النادي عشان بيتمرنوا مجهود جبار عمر ما حد بيشوفه غير اللي بيلعب الرياضة وأهله والكابتن اللي بيدرب فبنلاقي مثلا حد رياضي جدا وناجح جدا في حياته وعمل مجهود يحسد عليه وما كسبش البطولة فجأة إحنا بقينا في مجتمع هجوم كبير جدا على الشخص ده أو على الرياضي ده أو على البطل ده وينسوا كل المجهود اللي عملوا إنه عشان يوصل إنه إنتوا تشوفوه في الفاينال في النهائيات هجوم غريب وغير مبرر من مجتمع المفروض إن إحنا بنحب بعض وبنحس ببعض وبنسنت بعض بس من الأسف إحنا حتى لو إحنا بنتفرج حتى على مطش الكورة تلاقينا سبنا كل المجهود الجبار اللي عامله المنتخب ولي 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 ولو اللعيب كورة ما دخلش الجول اللي أنا عايزها تلاقي بقى كله بيشتن فيه وكله هجوم عليه على السوشيال ميديا وإنت بتعمل إيه في الفريق وإنت لازم تتغير لكن لو مطش البعديه جاب جون يا يطلعوا سابع السماء وإحنا ما عندناش غير فلان وهو اللي شايل الفريق أبيض أبيض أسود أسود إحنا ماشيين كده إيه يعني سياسة القطيع ياخد البطولة يبقى ما حصلش ربنا موفقوش ولا تعب فجأة ولا ولا ما نعافش ظروفه إيه لا يبقى هو ما ينفعش خالص حاجة غريبة بجد يعني لازم برضو نقدر ولازم نحس بالناس وبما جودها اللي هم عاملينه يكن ما ينفعش الغلط ولا ما خدش البطولة يبقى إحنا نموته نحط له السكينة على رقابته إنت ما عملتش حاجة تعارفين ده كم الطاقة السلبية اللي البطل أو الرياضي ده بيشوفه على السوشيال ميديا كل الناس عملها تشتن فيه ليه؟ هو عمل إيه لده كله؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة إزاي نتغلب على أي طاقة سلبية بتتصدر لنا يعني حد بيشتن فيه طبعا إحنا كلنا كل الشخصيات العامة بما فيهم أنا لو أنا نزلت بوست مش عاجب الناس أنا بتشتم عادي يعني لو أنا لبست لبس مش عاجب شوية بعض السيدات أنا بتشتم عادي مع إن قابليها أنت عاملة حلقة جمدة جدا وأنت أحسن مزيع في مصر لكن تاني بوست عادي بتشتم مش عاجبها الأوتفيت اللي أنا لبساه مش عاجبها كلامي مثلا فدي بالنسبة لها ما تعرفش قد إيه كلمتين دول ممكن يقزوني نفسيا ويقزوا ولادي ويخلوني مكتئبة ومتدايقة وممكن مشتغلش تاني وممكن ما عملش الحاجة الكويسة اللي أنا كنت بعمله فإزاي نتغلب على الطاقة السلبية اللي بتتصدر لنا وإحنا لا حول ولا قوة عادين في مكاننا كده وفجأة لاقي كلام كله يديني طاقة سلبية هيكون معانا في الحلقة النهاردة مدرب الحياة والعلاقات الأستاذ محمد عراقي لكن قبل ما استقبل ضيفي اللي هينورني في الستوديو هيكون معانا من خلال زوم دكتور شريف عرفة وهو كاتب ومحاضر في علم النفس الإيجابي فالحتة دي هي الحتة اللي احنا عايزينها في الزب دكتور شريف إزاي حضرتك أهلاً إزاي حضرتك دكتور شريف أنا هدخل في الموضوع مباشرة يعني بنشوف اليومين دول ناس كتير قوي ومنهم أنا وممكن منهم حضرتك ومنهم رياضيين كتير ومنهم يعني لعيب كورة لعيب باسكت يعني منهم أبطال كتير ممكن في لحظة أخطأ في ماتش من الماتشات ولما أخدش البطولة يتشتم كم شتيمة وياخد كم طاقة سلبية تكرره في حياته مدى الحياة فإزاي أنا أتغلب على الطاقة السلبية دي واشوف نجاحي وما أتأثرش بأي كلمة حوالي كلنا بنتعرض لمواقف سلبية بيكون فيها الناس اللي حوالينا هم مصدر إزعاج بالنسبة لنا أكون عندي مشاكل مثلاً في حياتي أو عندي هدف كبير عايز أحققه ألاقي ناس حوالي مثلاً بتنتقدني بشكل غير منصف ألاقيهم فيه ناس بيتريقوا علي فيه ناس بتشكك في القدراتي فيه ناس مثلاً تستهزئ بالحلم اللي أنا بأحلمه فكرة إننا نكون محاطين بمجموعة من الناس اللي مش فاهمين اللي إحنا بنعمله وبيصدرون لما يصطلح على تسميته يعني طاقة سلبية دي مشكلة شائعة في كل المجتمعات وفي كل التخصصات ولما بنتكلم على الشأن العام بالذات لما واحد يبقى شخصية عامة والكلام بيبقى على السلبية اللي جاية من السوشيال ميديا دي تبقى مشكلة أكبر بكثير لأن الناس على السوشيال ميديا غير الناس الحقيقيين في الطبيعة ممكن تلاقي واحد نايس كده وقطيف وبيتكلم بشكل كويس لكن على السوشيال ميديا وقش كاسر لا يرضعه شيء فسوشيال ميديا بالذات والتواجد الافتراضي ده بيرفع عن الناس الحواجز اللي بتخلي الإنسان مهذب أمام الآخرين بترفع عنه حاجز المواجهة ده بتخليه حس بأمامه أكثر بيطلع كل السلبيات اللي موجودة حواليه يعني بيسمي حتى المجتمع الافتراضي ده هو اللي هو وعي الجمعي للبشر يعني الكل ما هو مختبئ في سواد النفسيات بتاع الناس بيطلع بشكل واضح وصريح في السوشيال ميديا حتى لو ما كانش بيطلع في الواقع هو مستخبي وراء شاشة التليفون أو أي حاجة فهو بيقول براحته وهو مش فارق ومش مدرك الكلمة دي ممكن تكسر نفسية بني آدم لسنين وسنين يعني فيه ناس كثير قوي اعتزلت بسبب شتيمة الناس والطاقة والكلام الغريب اللي بيتقلهم على السوشيال ميديا بالظبط دي نقطة مهمة برضو زي ما بيقول ان اي واحد بيتعامل بقى اي واحد بقى شخصية عامة لازم بقدر ما يدرك هذه الحقيقة ان هو يا اما ما يقراش تعليقات يا اما يعمل جروب مخصوصا يعني يعني عارف هو بيكلم مين بالظبط الجمهور دي كلمة واسعة جدا يعني غير متجنسة هوش كائن واحد لا يعني ما تقدرش تكسب ود الجمهور اللي موجود اونلاين شيء مستحيل لو واحد قال صباح الخير ممكن هتلاقي مليون واحد بيهجمه اصلا على انه بيقول صباح الخير مش بيحي بتحية اخرى مثلا طب هل نظرة المجتمع دي يا دكتور شريف يعني هل نظرة المجتمع دي نعرف نغيرها ولا خلاص ده بقى امر واقع يعني هل نعرف نقول للناس شوفوا النتيجة النهائية شوفوا الراجل ده تعب ازاي البطل ده في تمرينات وتدريبات وما بينامش الليل وبيصحى ساعة ستة الصبح عشان يتمرن اربع خمس ساعات في اليوم يعني هل احنا نقدر نغير نظرة المجتمع القاسية دي ولا خلاص بقى يعني احنا متقبلين واحنا اللي بنغير نفسنا احنا في رد فعلنا للي بيتقال ما اللي اتنين احنا بنلعب على اللي اتنين يعني قبل ما اكلم المجتمع اكلم بس ايه كلامي مع الشخص الشخصية العامة اللي بتتعامل مع هذا الموضوع لازم اعرف سواء في حياة العامة او في حياتي الشخصية ان اي شخص سلبي حواليا بيقول لي تعليق سلبي احيانا بتكون السلبية دي مش موجهة لي فعليا هي حاجة مشكلة موجودة عند هذا الشخص نفسه يعني الشخص اللي بيسخر من الاخرين وبيحط من شأن الاخرين هو انسان حسس من جواه بنقص ما حسس بمشكلة مش لقيلها متنفس مش عارف يعبر بشكل معين الا في شكل عدوانية تجاه هذا الشخص مثلا انتصادف ان هو هدف سهل بالنسبة له فيبتدي يطلع كل الكابت اللي موجود جواه والاحباطات اللي موجودة جواه موجهة في هذا الاتجاه في حين ان مش هي دي المشكلة حقيقية يعني بالنسبة له في ناس عندها مشاكل معينة سواء مشاكل نفسية بقى او مشاكل مجتمعية او يعني مشاكل حياته الخاصة يزم انا قد ما يكون واحد سلبي حواليا يصخر مني مواملش على القرية اصلا احيانا بيكون لها علاقة بهذا الشخص نفسه عشان ما احملش نفسي اكتر مما صحيح بالظبط بالظبط دكتور شريف بشكر حضرتك جدا بشكر حضرتك جدا وان شاء الله يكون لنا حلقة بقى كاملة نتكلم براحيتنا شك يا دكتور شريف يلا بينا نطلع فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل بقية موضوع حلقتنا ونستقبل ضيفي كمان اللي هيكون معانا بعد دقايق خليكم معانا ورجعنا لحضرتكم مرة تانية ولسا مكملين حلقتنا ومعانا في الاستوديو الاستاذ محمد عرائي مدرب الحياة والعلاقات اهلا بيك يا استاذ محمد اهلا بيك خلينا النهاردة ندخل في موضوع الحلقة اللي هو الطاقة السلبية اللي بتتصدر لنا من الخارج يعني انا مايش علاقة بيها لكن انا بصحة من النوم بكون منزلة مثلا في فيديو حلقة كلام بقوله فجأة في ناس انت نكحة وانت شطرة وانت بفيش منك الله بنبسط اكتر ويبقى عندي طاقة بصوا بقى بيدوني طاقة ويبقى باور ودينامو لو انا تعبانة حتى اليوم دا وعندي شغل وكنت مش هروح لا اروح وانزل لان الناس بتقولي برافو عليكي انت شطرة كملي في بقى بعض الفيديوهات مثلا لقي بنزلة حاجة لقي ايه الهبل اللي انت بتقوليه دا ويه رلق وشتيمة وطاقة سلبية يعني انا مثلا اتوجه للنقد انا بقى انت عارف دايما بتكلم عن حياتي عادي يعني بعد وفاة والدتي الله يرحمه فانا نزلت الشغل بعديها بفترة يعني خمستاشر يوم مثلا فوحضرتك نصحتني وقلتلي لازم تنزلي الشغل والشغل بينسي بيوقف ع الرجل فيش حاجة بتنسي حدش بينسى بس بيوقف ع الرجل اوقف ع رجلي تاني ونزلي ايمان الشغل وكسري الاجازة وده فاول ما بتليت انزل الشغل حضرتك شفت بنفسك كم الطاقة السلبية انت لسه مامتك ميتة انت ما تحترمي حزنك اتا تا 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 خبت 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 طب انتوا عرفتوا انا جوايا ايه طب انتوا عرفتوا ان انا لو ما نزلتش الشغل دلوقتي انا كان ممكن ادخل في اكتئاب حد وافكر في افكار سودوية طب انتوا عرفتوا انا حياتي ازاي طب انتوا عرفتوا علاقتي بولدتي ازاي يعني الناس اللي بتكتب دي حقيقي خلوني ادخل في طاقة حزن تاني وزعل من نفسي ان انا نزلت قبل الاربعين ما يخلصوا فهل احنا لسه في الحتة دي يعني 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 ليه انا تشتم عشان نزلت اشتغل هو مبدئيا بس موضوع الاربعين ده يعني هو يعني عشان اضيع اربعين يوم من حياتي مهما كان الانسان عزيز علي لان الحزن يعني منبعه جوايا انا مش مطلوب مني اوقف حياتي في ناس ما عنداش الرفاهية انها توقف حياتها اربعين يوم عشان خاطر حد عشان خاطر ده قدر ربنا طب وهل انا بعد الاربعين مثلا بعد ما اربعين والدتي الحزن هيروح مثلا هل انا هنسى والدتي مثلا يعني ايه الفرق ما بين الحزن قبل الاربعين وبعد الاربعين في حدات طبعا دي حاجة تاني حاجة فعلا زي ما حداك قلت طب انا شغلي عندي التزامات وعندي مسئوليات وعندي اقصاد وعندي ولاد وعندي حياة فانا يا ده شغلي كمان اللي انا بحبه ومش بس عشان الفلوس كمان اللي انا بحبه اللي بلاقي نفسي فيه يمكن ده مصدر السعادة الوحيد ليه في حياتي مثلا حد عارف حاجة يعني كل واحد فينا جوا حاجة كتير اتي قلت بقى اتي قلت كلمة دلوقتي حكمة حد عارف حاجة انا دايما بنصح الناس اللي هم بيتأثروا شديدين التأثر زي وزيك احنا ناس برضو بنتأثر الناس فاكرة ان الناس اللي بتبعى السوشيال ميديا وعندها متابعين او بيه ده ما بتأثروش الناس اللي بتأثروا دايما ما تتأثرش غير لما تبعى عارف الكلام ده جاي منين وليه يعني مش اي حد يقولك اي كلمة تخليها تدخل جواك وتسمع وتوجع لا هو مش الشخص ده مين اولا هو مين يعني هو مجرد حد كده بس عاوز يهاجمك وعاجات له فكرة ولا هو حد بيقول كلام يعلم الكلام اللي بيقوله صاحب علم صاحب خبرة فعلا بيحبك وبينصعك نصيح فمين الشخص ده وبيقول ايه فمهم واحنا بنسمع الكلام نسأل نفسنا مين الشخص ده وبيقول ايه ما نسيبش الكلام يدخل جوانا وبعد ما يدخل جوانا ويمشي ويأثر فينا ويوجعنا نقول احنا تواجعنا لدي مسئولية علينا برضو امان لازم نبقى فهمنا ان من مسئوليتنا كبني قدمين ان احنا مش كل كلمة تدخل جوانا مش كل واحد ما عدي يكتب لنا كومنت النهاردة السوشيال ميديا مش كل واحد يقول لنا حاجة الكلام يدخل جوانا ويأثر فينا ويسمعنا كل واحد فينا عارف مصلحته وعارف اهدافه وكل واحد فينا احنا بنقادمين بنحزن وبنتعب وبنتوجع ومش مطلوب مننا ان احنا طول الوقت يعني نبين ده على السوشيال ميديا مش مطلوب مننا نبين حياتنا على السوشيال ميديا ودي نصيحة للكل مش للمشاهير بس حتى انت كبني ادم مش مطلوب منك ان انت هتبقى قاعد بتبين كل حاجة على السوشيال ميديا بالزبط انا من الناس دي يعني انا من الناس اللي وعيته وراحت المستشفى ما بقولش وما نزلش سور لو عندي مشكلة ما بقولش يعني انا طول الوقت يا جماعة احنا بنصدر حاجات الحلوة انت زنبك ايه او انت ان انا تخلك كئيبة ان ايه ده انا بشوف ناس لو صباح اتعور ادعولي ادعولي صباحك اتعور عادي الست بتبقى وفا في المطبخ بتتحرق من هنا من الحلة وصباحها بتقطع من السكينة يعني احنا بنشوف حاجات كتير في حياتنا مش لازم كل حاجة نبين السلبيات احنا بندي طاقة حلوة لبعض يمكن محمد النهاردة اكتر واكتر عن الناس بقى الرياضيين يعني 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 النهاردة معمولة الحلقة عن الناس الابطال الحلوة دي الرياضيين في كل المجالات تلاقي الرياضي ده طبعا بيقضي تلات تربح حياته في التمارين وشقة ويصحى الصبح وياكل اكل معين واكل صحي والمدرب ديس عليه جامد فاللي هو حياته كلها جوة التمارين عشان يورينا ماتش حلو فييجي لو يعني لو ما توفقش في ماتش تلاقي اشتيمة 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 كالسروره نفسيته ممكن فيه ناس كتير اعتزلت بسبب كلام الناس طبعا يعني نقول ايه بقى للبطل ده اللي الناس كلها مثلا راح تهجمه في بطولة ما خدهاش وهو هو زمه ايه ما هو التوفيق ده برضو من عند ربه يعني لو هنتكلم عن الرياضيين او هنتكلم على اي انسان قرر ان هو ينجح فهو لازم يتقبل ان النجاح ده ليه ضريبة وليه تمن ايه وجزء من ضريبة النجاح والتمن بتاعه هو ان انا بقى عارف ان فيه ناس اسمهم اعداء النجاح هما فيه ناس عشان هما يقدروا يبرروا فشلهم ما بيحبوش يشوفوا حد ناجح فبالتالي بيتصيدولوا الاخطاء واي خطأ بيتصيدوه بيبتدوا يبروزوه وبيبتدوا يتكبروه علشان يقدروا يحسوا هما بيستمدوا قيمتهم وبيستمدوا طاقتهم لو هنتكلم بقى عن الطاقة بيستمدوا طاقتهم من ان هما يشوفوا الانسان فاشل فيه انواع من الناس الناس دي بنسميهم اللي هما الناس اللي بيمصوا الطاقة الناس اللي بيعملوا اللي هما بيلعبوا دور الضحاقية الناس اللي هم بيشتكوا لما تيجي تقدمينهم حل يقولك أنا جربته ومنفعش طب روح لفلان دكتور روح لفلان كوتش يا عم ده ناس ما لهمش لازمة كل ما تيجي تقدمينه حلول هو أنا جربت أنا حاولت أنا ويفشلك الحلول ناس اللي بتلعب دور الضحية الناس اللي بتفشلك الحلول وبتشتكيلك على طول الناس اللي بتقلل منك وبتقلل من نجاحك وبتقلل من أحلامك وتموحاتك وبتشوف اللي انت بتعمليه ده هبل معلش انت النهاردة يعني انا بشوفك واحدة بتسعي وبتتعبي وبتبزلي مجهود جبار او واحد زي اللي حضرتك بتقولي عليه ده وتلعيب كورة بيبزل مجهود جبار عشان يعمل فيديو بسيط الناس فاكرة ان انت بقى لما اي كلام وخلاص الناس دي مجهودها بيحترم فواحد بقى بيقلل من احلامك وبيقلل من اهدافك هل احنا بقى المفروض نسيب حياتنا ونقعد نسمع للناس دي لا مش المفروض كده المفروض ان احنا فعلا فعلا يبقى عندنا متانة نفسية وما نسمعش يعني ان احنا كل كلمة تدخل جوانا وتأثر فينا وتتعبنا وإلا انا اظن لو احنا سيبنا نفسنا كده ما كانش حد في الناس دي او اي حد ناجح بشكل عام كان عارف يطلع خطوتين تلاتة لقدام بس مش كل الناس يا محمد بيقدروا يعملوا الكنترول ده يعني بيني وبينك انا بزعل الناس كتير بتزعل يعني انا بشوف كومنت مكتوب شتيمة فيا فانا بزعل يعني طب انت ليه بتشتميني يعني انت ما تعرفينيش فبرضو ما اقدرش انكر عشان تعرفني صريحة ما اقدرش انكر ان الموضوع ده بيقزمك نفسيا كده تحس كده بغصة اللي هو ليه طيب هو وجر الفيديو تاني طب هو انا قلت يا عشان اتشتم معين في المقابل بتشوف ناس فئة معينة في المجتمع بيقولوا اي كلام وهلس وتفاهى وكل حاجة وتليقى عندهم ملايين من المتابعين وعملين يطبلوا فساعات الواحد يقدر يعمل كنترول ان انا مش هتأثر وانا دولا معرفهمش اصلا يعني بدخل على البوست تلاقي زيرو زيرو بوست اصلا فيك كده تحس الناس مش موجودة في الحياة لكن وفي ناس تانية كلامها ممكن اقول ايه في الاعتبار لو زميل لو حد من الاعلاميين الكبار اللي هم قصق في كلامهم لكن بنتأثر يعني عايز اقولك ساعات لا بنتأثر عشان كده مش مطلوب برضو ان احنا ندي وقت كتير الوقت ده مورد طاقة محدود يعني في موارد طاقة متجددة زي مثلا الفلوس ده مورد طاقة متجدد يعني حتى لو انا ما معيش فلوس دلوقتي ممكن بكرة بمعايا فلوس وفي موارد طاقة محدودة الوقت ده مورد طاقة محدودة انا عندي 24 ساعة ربنا بديهم لي والايمان والكل الناس اللي موجودين في الدنيا لو انا ما عرفتش استغل ال 24 ساعة دي يبقى انا بهضر الموارد المحدودة بتاعتي فال 24 ساعة ده لما انا عاد اضيع وقت كبير في ان انا اقرى تعليقات الناس واقرى تقرى رأيهم في وكلامهم علي انا كده بهضر في المكان الغلط في المكان اللي مش مفروض ان انا اقضي فيه وقت كتير ينفع اقضي فيه وقت طبعا ومهم عشان اطور من نفسي لكن برضو مش اكتر من اللزوم يعني انا بالنسبة لي ساعات كتيرة لقيت عاليقات سلبية مثلا زي انت مع الست معين انا يعني انا عمي لقي الرجالة زي يوم زي الستات وانا بخدم الرجالة والستات بقى لسنين بس مثلا ممكن يكون واحد يروح داخل كاتب لي تعليق هل انا فعلا بدي له وقت ازيد من اللزوم الموضوع بياخو معادي اقتين تلاتة وبسأل نفسي شوية اسئلة مين دا وبيقول ايه وهل انا فعلا بعمل داوة لا خلاص يلا انسى فيه حتى لو التعليق سلبي بسيبه لو لقيت بقى فيه نوع من انواع الهجوم والشتيمة بعملوا هايد عشان نفسي اكتر من كده بدأتين اعود افكر فيه ما بديش مساحة لنفسي ان انا افكر في الموضوع لان انا اللي هتعب وانا اللي هتداير انا مقدرش اسيطر على تصرفات الاخرين وعلى ردود افعالهم لكن اقدر اسيطر على طريقة رد فعلي عن الموضوع سيطر على نفسي انا بالظبط كده انا على البوست او على الشتيمة او على الطاقة السلبية اللي جايالي هو الطاقة السلبية دي اصلا عبارة عني امان انا عايزة اقولك ان انا عدت يومين يا محمد في اكتئاب بسبب جملة حطتلي على بوست على انستجرام يومين والله يومين فانا بعترف اهو ان فيه ستات كتير زي وفيه ناس كتير زي مش هقولك بقى انا بطل الابطال وانا انا خارقة وانا انا لأ انا زي زي اللي بتفرج دلوقت فاللي هو زي المتحققين وزي الرضيين اللي تشتموا زي كل الناس اللي بيجي لها طاقة سلبية يعني احنا كلنا مع بعض في نفس المركب طبعا اي حد بينجح اي حد بينجح هيتعرض لهجوم وهيتعرض للتنمر وهيتعرض لسوق فهم ودي ضريبة وتمن وعلى فكرة الكلام اللي احنا كنا بنقعد نسمعه وانت علشان تنجح ده كلام بجد طبيعي العين ما بتحبش البني آدم اللي ناجح لان ده بيضرب في يعني في تعبي لا بيضرب في تعبي لا انا انا ما يضربش في تعبي لا انتي انتي مع احترامي مش عاوز اقولك الكلام ده بس انتي ما تديش المواضيع دي اكبر من حجمها بفعلا تطيق بصي حلوة دي طريقة تفسيرك للمواقف يا من هي اللي بتحدد استقبالك للطاقة اللي جاء من بره لو انا بستقبل الموقف النهاردة ان اللي بيكتب ده بني آدم مش فاهم بني آدم قليل الأدب بني آدم طريق التفسير غير لما استقبل الموقف بطريقة ان هو ما قدرنيش انا كده بتوقع من الاخر توقعات يعني مبنية على شخصيتي انا ان انا شخص زوء لا ما هو مش كل الناس زوء في ناس عندهم مشاكل نفسية حضرتك فبتوقع زي ما انا بقدر محمد محمد يقدر التوقعات واحد من اكبر احنا عندنا ثلاث حاجات خلينا بس ايه نتكلم عشان ايوان دخلنا في الجد اهو محمد يبدأ يدخل في الجد ثلاث حاجات دول دول التاقة السلبية كلهم يجتمعوا في الثلاث حاجات دول عندنا الغضب وولاده وعندنا الخوف وولاده وعندنا الحزن وولاده الغضب وولاده ده لا استنى عشان انا انكروتش الغضب وولاده الخوف وولاده الحزن وولاده ثلاث حاجات تدمر نفسيتنا بس أنا نطلع فاصل ونرجع نخلي الناس متشوقة دي نشوف بس التقرير اللي عملته كاميرا يحكى أنا ونرجع نتكلم في أهم الثلاث حاجات في حياتنا يالله بي نحاول أعرف بس إيه سبب الإحباط اللي عندهم هل هو إحباط مؤقت إحباط على طول الناس دي بتتعامل معها إزاي بات جنبها غالبا يعني بس هي الفكرة كلها أن أنا ساعت بقى يعني اللي هو بحيس أنه مثلا أنت محبط علشان عندك ويوزر فأة شوية كده بس لغاية محالتك تروق وبعد كده يعني بأصحابه تماما لها طبعا أول حاجة ملتفتش طبعا لأفكارهم وأي كلام يقولوا طبعا بصاب تعزمتي اللي أنا ما مهتمش بي أنا شايف أن التجاهل ممكن تكون أقنصب حاجة تعمل بها محبوطين أنك تنفض بمعنى أصح لكل اللي بيتقل من المحبوطيني بحاول على قد مقدر أن أنا ما أسمع لهمش لو أنهم أصلا كلامهم مش مهمة بالنسبة لي وبشوف التارجت بتاعي فين وأفضل مركز عليك ما لوش علاقة بالناس على قد مالي علاقة بالفكر التفكير والهاوتسينك أن أنت تكون إنسان بتقدم طاقة إيجابية ما بتتأثرش بعوامل الفشل اللي حواليك بتعافر هو ده اللي بيخليك ما تشعرش بالسلبيات اللي حواليك أو الناس المحبوطة اللي حواليك لا دول طبعا ما ينفعش أن أنا أسمع لكلامهم لأنهم هيرجعوني الورا مش هيطلعوني القدام فما فيش لازم أن أنا أسمع لكلامهم خالص أي إنسان ناجح أو مضيق زي ما بيقولوا لازم تتفق معاه وتختلف معاه وفي الأول وفي الآخر إحنا بشر عندنا عندنا مميزات في حاجات وعندنا سقطات في حاجات تانية يعني فده وارد في كل المجتمعات يعني يعني هما دول بيبقوا ناس فشلة مش قادرين هما يوصلوا لنفس الليفل الناس التانية النجحة وستخدم بشوف إنه هو ما عرفش ينجح زيه فهو بيحاول يطلع العيوب اللي فيه فبيحاول يظهرها على قد ما بيقدر أنت لو راجل ناجح والدنيا تمام معاك وزير فلأنت مش محتاج تتكلم مع أي حد في أي حاجة أنت بتتكلم عن نفسك أجد عندك وقايز داحل ومش محتاج أني انت تبس الأخبار السلبية عنك ولكن بس كل اللي محتاجه أني انت تقول اللي النجاح من هنا دي ناس فاضية مش عندها أي حاجة تشغيلهم يعني لو نكحين في شغلهم أو عملهم مش هفكروا كده لكن هيا ناس فاضية يعني عندهم حق داخلي لو فكر في شغلي وطبعا وحاول يعمل زي الناس النكحة طالما أنت مقدمتش حاجة ملاكش حق تنتقد إلا لو انت قد بناء ممكن يحسم شخصية حد لكن إنك تنتقد بلا هدف عشان تحبط حد ده فعلا حاجة ملاكش لازم أهلا بيكم معنا مشاهدين مرة تانية ولسه بنتكلم على الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية لكن أهم حاجة النهاردة إزاي أبعد عني الطاقة السلبية يعني أعمل كده جدار عازل ما بين يوم ما بين أي حد مش متربي مش متعلم مش مصقف مش فاهم إنت عملت خبط فيها فأنا بعمل صورة عازل كده أنا مش هتأثر اشتم وقول وعيد مهم أنا عارفة أنا بعمل إيه لسه معنا مدرب الحياة واللايف كوتش محمد عراقي إزايك يا محمد مرة تانية إنت قلت لي ثلاث حاجات قبل الفاصل هو الطاقة دي تفسير كلمة مشاعر وأفكار مجموع المشاعر والأفكار اللي بتبقى جوايا اللي بتحرقني فلو الطاقة كلمة سلبية دي معناها أنا بتحرقني في الاتجاه السلبي وفي الاتجاه الغلط بتخليني أخد زي ما أنت كنت بتقولي من شوية أنا قعدت في البيت فهي حرقتني في الاتجاه الغلط طب دي جات لي منين؟ جات لي من أنا فسرت بقيت عندي غضب نتيجة اللي حصل في تعليق معين طيب ده جمنين بقى الغضب بي جمنين خلينا نتكلم عن الأول الغضب بقى اللي هو الغضب والغل والرغبة في الانتقام احنا هنتكلم عن أول عدو الغضب والغل والرغبة في الانتقام والانتقام واحدة مثلا حبيبها سبها فيبقى عندها غضب شديد لأنها مكادش متوقعة أنه هو يسيبها مثلا يعني إنت لو دخلت في الحتة دي أنا مش هسكت فالغضب أصل الست بتبقى عاملة البدع وفجأة سبها وفجأة مقهورة تعالين يا رجالة يعني قهر يعني ست بتتأهر بتدمر نفسيتها كلها وأحلامها بتروح ووحدة نكحة وهو جالها عشان هي نكحة وكان سابورت إن هو داخل يعني في معا نجاحها وفرحان بنجاحها وفخور بيها وهي بالنسبة له حاجة كبيرة مهم يعني مشوار حياة كبيرة وفجأة مهم يعني بعد ما خلاص الانبهار راح واتثابت فايجي ستة عايزة تنتقم بقى لكل الأمال اللي تكسرت وحياتها اللي ضاعت وسنين عمرها تطلع فجأة ستة دي قللت الأصل قللت الأصل ليه؟ عشان هي متضايقة على الراح سيبت بقى من قلة الأصل والكلام تعالين نشوف بقى طاقة نحن نتكلم بقى عن طاقة تعالين نشوف طاقة الانتقام والغضب والغلة دي بتأثر على مين؟ بتأثر عليه هو أنت بتبقي قاعدة بتشرب سم ومستنيها هو اللي يموت مين اللي هيموت بقى؟ أنا اللي هموت لأن أنا قاعد شايل جوايا طاقة سلبية جدا جدا متقلاني وتعباني وقاعد بتابع وقاعد برائب وقاعد بدعي عليه وقاعد بقول حزبي الله ونعمل الوكيل وقاعد مركز معاه هو وهو عايش حياته طبيعي جدا جدا طب أنا لو ما خدتش قرار أن أنا أتخلى عن طاقة الغل والغضب والرغبة في الانتقام اللي جوايا أنا اللي هفضل عايش بتعذب وهو عايش طبيعي مش عشان هو كويس ولا علشان هو حلو لا علشان أنا بتصرف مع طاقتي غلط طيب اعمل إيه علشان أتخلى عن الطاقة دي؟ أسأل نفسي سؤال هل الغضب ده هيفدني بشي؟ هل الرغبة في الانتقام دي هتحل المشكلة؟ هل هو هيبقى لو حصل حاجة حتى لو تشاف غليلي هيتشفي غليلي كم يوم؟ يوم يومين؟ تلاتة؟ طب أنا هو هيرجع تاني طبيعي وأنا هرجع تاني لنفس الدائرة فأنا بشوف أن البني آدم اللي ربنا يخلصه من إنسان مزيف ولما ربنا يكشف لنا وش حد كان مزيف أنا بشوف أن ده نعمة كبيرة لو قدرت أبص الموضوع من زاوية تانية وقدرت ما أتوقعش من الدنيا دايما أو من الآخرين دايما أن هم يكونوا بالشكل اللي أنا نفسي فيهم ده هيساعدني لو قدرت أن أنا أدعي ربنا أنه هو يرفع عني الطاقة ده ده هيساعدني لو بني آدم بلاش المسأل الشديد بتاع الرجل اللي ساب ستة لو بني آدم أنا اضايقتي منه أنا اضايقتي من إيمان مثلا في حاجة ورحت وقلت له يا إيمان بعتاب أنا متداء منك في 1-2-3 ده هيرفع من عندي طاقة الغطب دي ده بيريح طبعا بيريح العتاب الصحي في حاجة اسمها العتاب الصحي العتاب الصحي مشاركة الاستياء إن أنا بتكلم معاك بقولك يا إيمان أنا كنت مستني منك إن أنت تعملي معايا 1-2-3 وأنا بقولك الكلام ده عشان بحبك مفضلش كاتم جوايا بس طبعا بعاتي بمين وليه هل أنا بقي على البني آدم ده هل أنا عارف إن البني آدم ده بيحبني بس هو في نفس الوقت ممكن يكون فاتته ممكن يكون محتاج لفت نظر مني آه طبعا بيريح تمام كمان برضو ممكن أروح لحد professional أسأله أقوله أنا عندي طاقة غضب هل أنا عندي حق أقوله لا والله يا وانتا ما عندكش حق لأن أنت حطيت نفسك في وضع دوت أنت تنازلت أنت سبت الباب مفتوح فأنت ده نتيجة لأن أنت مخدتش إجراءات قوية وقررت أن أنت تتنازل ما هو محمد أنت بتيجوا في الحتة دي وتقولوا كلام برضو بدايق يعني لما أحد تروح تشتكي جيت لك يعني كذا حالك كنا بنتكلم عليها off air طيب هي قضت كم سنة من عمرها على حد كلام شريك حياتها يعني ما هي برضو هي مش بتحلم لو أحديها يعني هو هو اللي بيرسم لها الأحلام وهو اللي بيقول لها هنعمل وهنعمل وهجب ليك البيت وكذا وكذا فهو رسم لها الشريط كده طريق حياة كله أحلام وأمل ولما بتتصدم بيرجع بقى حضرتك تقول لها ما أنت أنت الغلطان لا طبعا مش أنت ما فيمتهوش أنت كنت سايباله باب مهارب ده يجنن يا محمد مش مقصود كده خالص الكلام ده بيخلينا نجلد نفسنا بزيادة مش مقصود كده خالص ربنا أداني عقل وداني فكر أن أنا ميز فأنا هنا أول خطوة للتعافي في أي حاجة في الدنيا هو أن أنا أتخلى عن عقلية الضحية وتحمل مسؤولية أني أنا حتى لو اللي وداني ضربني بالألم أنا كنت مدت له خدي أنا مدت له خدي فهنا مش مقصود جلد الزيت لكن أنا حتى ضد فكرة شيطانة الآخر الآخر فيه غلط وأنا كمان غلط في حاجة أنا كمان عندي مشاكل في حاجة لأنه خلاص الدنيا مش هتقف وهنا نروح بقى للعدو التاني الحزن بقى الحزن أن أنا بني آدم حزين قاعد بفكر في الماضي واللي حصل واللي فات والشفقة على ذات الحزن ده سلوك شعور أنا متورصة في تربيتي في حياتي ولا الحزن ده طاقة يعني يعني إيه ساعد فيه ناس طبيعتها حزينة يعني تكوينها حزين فهل أنا أنا اللي بكوين طاقة الحزن دي يعني دي طاقة ولا وراسة ولا من اللي تتعامل فينا في حقيقة ماشي كل اللي انت قلتيه صح يعني هو شعور وهو طاقة وفي جزء منه ليه علاقة بالطريقة اللي أنا تربيت بيها وفي جوانا بقى حاجة انت فتحتي موضوع بس لو دخلنا فيه مش هنخلص في حاجة جوانا كده اسمها غريزة الموت غريزة الموت دي غريزة الحزن هتلاقي كده واحد وهو طفل صغار كده تلاقيه يشغل أغاني حزينة وتلاقيه يحب المود الدرامي وتلاقيه يحب التمثيل فهمت إزاي؟ يا لبن الشخصين اللي عادة أصدق دي اللي انت بتتكلم عليه مش عيب على فكرة أنا موكنا بقى مبسوطة جدا يعني عندي حدث سعيد في حياتي تليني أول مركبة العربية بشغالة غري حزينة فهوعد أقول كلم نفسي أقوله هو أنت مجنونة بقى ولا إيه في جوانا غريزة الموت يتكلم عنها فرويد وغريزة الموت دي مهم جدا ان احنا نحترمها ودي اللي ساعات زي ما فينا جوانا كده غريزة الحياة عاوزة انبسط وعاوزة انجح وعاوزة عيش ودي بتزقنا في جوانا غريزة الموت عاوزة تخلينا نستسلم ونفشل ونعد ونستريح في جوانا صوت بيقولنا كده خلاص بقى الناس الناس للأسف فكرة ان البني آدم الناجح ده بني آدم كل أفكاره إيجابية وكل الناس اللي حواليه وحياته جميلة وحلوة هم مش فاهمين ان الفرق ما بين الناجح والفاشل الفرق الجوهري ما بين الناجح والفاشل ان الناجح ده بيجيله أفكار سلبية أكتر من البني آدم الفاشل بس هو بيقدر يتعامل معها وبيقدر يجنور الأفكار دي تجاهلها ويبقى عارف هدفه ويتحرك ولو ليوم واحد بس صح ومش للي بعده كمان وبيقاوم تمام بيقاوم بيطعب وبيشتغل على نفسه عشان بس يحارب أفكار مش كمان ناس يعني وفعلا احنا بنحارب أفكار حريك أنا بصحة من نوم خد الأجازة دمر هد كسر والله العظيم أنا بصحة كأن خلاص بساعة دلوقتي اتصالحت مع الصدة الصدة أنا بصحة من نوم بيقول لي بوز أنا بقوم أشوف أنا محتاجة أعمل إيه أردت بدنيتي أبدأ مع أول عميلة فالناس فاكروا وكان فيه لقاء لكريستيانو ورونالدو كان بتكلم فيه بما أنك كنت بتتكلم عن الرياضين بقول لي كل الناس عاوزوا بس مين اللي هيبقى هيقدر على كمية الالتزام إن هو كل يوم ماشي عكس أفكاره ومشاعره كل يوم أفكاره بتقول له خلاص وريح وفكك وسيبك وقعد وهو كل يوم بيمشي عكس الأفكار دي من ساعة ما بيفتح عينيه لحد ما بينام أنا دايماً أقول إن الصوت السلبي بيصحى قبليك وبينام بعديك بيصحى قبليك وبينام بعديك لو أنت ما عرفتش تتعامل معاه عمرك ما هتقدر تعديه ولا هتقدر تتخطى ولا هتقدر تحقق أهدافك لو بعدين الناس اللي دايماً بتحاربنا هي الناس الفشلة اللي بتحارب أي رياضي ناجح اللي بتحارب أي ممثل مطرب يعني أي نجم ساطع الناس كلها بيتحبه وبتجري وراه فلا بيتحارب بس بتحارب من الناس اللي مش قادر يعمل زيه زي أنت وقلت يا محمد يعني ممكن يبقى حد شاطر عنده موهبة موهبة في الرياضة دي بس هو ما عندهش الطاقة ولا الطريقة ولا الشخصية اللي يجري وراه موهبته ويشأ ويتعب عشان يزبط نفسه فيبتدي يحقد بقى على اللي نجح وعلى اللي خد جايزة ولا على اللي طلع طب ما تقوم قوم من نوم سيب المخدرات وسيب صحابك أصدقاء السوق وسيب 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 وقوم يشأ واكتهد في الطريق ده مش قاعد وراه الموبايل عمال تشتم في النكحين صح كده يعني تمام احنا بقى عاوزين برضو نتكلم عن موضوع الخوف لو انا معرفتش هتعامل مع خوفي مش هقدر أتخلص من الطاقة احنا اتكلمنا عن الغضب اتكلمنا عن الحزن عاوزين نطلع من الحزن بالدروس مستفادة بدل ما انا قاعد عمال قندب والطم واقول اللي حصل واللي فات لا انا تعلمت ايه ورقة وقلم حضرتك اكتب الدروس المستفادة وكل ما تجيلك فكرة من الماضي افتكر ان الماضي خلص انا لو رجعت مش هقدر اغيره انا عايش النهاردة ده ما املكه في الحياة انا عندي 24 ساعة دول مورد محدود الممكن بكرة ما بقايوش عندي 24 ساعة دول فانا في 24 ساعة دول عاوز اتعلم من اللي فات عشان عايش النهاردة كويس عشان بكرة ما يبقاش نسخة مكررة من الماضي عشان كده بنلاقي ناس بتختار بتفضل ما شاء الله على رأي احمد سعد اختياراتي مدمرة حياتي ده بالنسبة للحزن الخوف بقى وهو ده يعني النهاردة مرض العصر الخوف بقى من اول الخوف من الحسد الخوف من الموت الخوف من المرض يعني في ناس كتير تول وقت عندها فوبيا من ان انا هيجيلي سرطان وان انا هموت باتري وان انا صغيرة فالخوف من المرض ده برضو قاتل يعني خليك تول وقت حاسس بقى اعراض مرضية وانت سليم طبعا الخوف من الوحدة الخوف من ان انا ملاقيش حد حبه ويحبين الخوف العاطفي مخاوف بقى الخوف أولاده زي ما بقى والمخاوف العاطفية والمادية والعاطف والجنسية وجميع أنواع المخاوف المخاوف دي لو سبتيها دي بقى أكتر حاجة النهاردة فعلا أنا بقابلها في الساشنز وهي فكرة الشعور بالخطر الخوف من الاستغلال الخوف من الأذى الناس ماشية يا أمان عاملة كده الناس ماشية عمالة تدافع عن نفسها عمالة تحاول تحمي نفسها الناس ماشية متحفزة أن فلان هينصب عليها فلان هيستغلني فلان هيضربني فلان هيئزيني فما بقاش خلاص الطاقة بقت كلها طاقة التحفز والطيب أنا مش عاوز أبقى طيب والجدع أنا ملهاش لازمة وبنشوف بقى كلام ده على السوشيال ميديا لا يا جماعة كل حاجة بالتزان الخوف هنا في سؤال منشط للوعي لازم نسأله لنفسنا لما نلاقيه نسيطر عليها هو أنا خوفي مثلا من حدوث أمر أنا خايف منه هيني حدوثه؟ حلو ده استنى أرهولك تاني هو أنا لما بخاف مثلا مش إيماني يعني أنا بتكلم على أي بنت أنا خايفة ما تجوز لنا نفسي أتجوزه طب أنا خايفة لا يتجوز واحدة غيري عشان ده جات لي أسئلة كتير أنا خايفة يروح يتجوز واحدة غيري وأنا بقالي سنين بأحلم به وما صدقت إنه بتادي أنا أتكلم طيب أنا خايفة أتطلق بس أنا حاسة إنه أنا رايحة على الطلق يعني جوزي بتادي عاملني كذا كذا وبتادي يعرف غيري وأنا شايفة شايفة النهاية بس أنا مش حايفة أتطلق أنا خايفة أتطلقت صح أنا خايفة أنا خايفة أنا خايفة حلوة ودي هل ده هيمنع بقى أنا خايفة العربية تتخيل بت هل ده هيمنع؟ بالعكس ده هيوترني وهيخلي طenci وحشة وهيخلينا تعامل يا إما بجبن وتنازل يا إما بتهور يعني يا إما هاتعامل بتهور وطريقة وحشة وبتحفظ يا إما جبن وتنازل عشان اللي أنا خايفة منه ما يحصلش صح والنتيجة هتكون إيه؟ هتكون اللي أنا خايفة منه هيحصل في النهاية يبقى ما بداية أنا محتاجة نشط وعي إن الخوف كده كده مش هيفدني عارف أنا بشبهها بإيه كنت يعني بحلق كده من كم يوم وصفارة الإنذار ضربت بتاعت الحريق فأنا قمت تخضيت يا ابني إيه الدنيا بتولع فالرجل قال لي لأ ده الصفارة بايزة فإحنا ساعات بقى المرة التانية بعدية كان دهية كده ضربت تاني فما تخضتش لأن خلاص بقيت فاهم إن الصفارة دي بايزة إحنا ساعات في الحياة بيبقى جوانا صفارة الخطر دي الإنذار بتاع الخطر ده شغال بايز وده طبعا بيكون نتيجة تجارب في الماضي واحدة حبيبها سابها واحد أبوه فلس في يوم من الأيام فيفضل عايش طول عمره خاف من الفقر واحد خاف من الفقد خاف من الفقد حد ما تلو عزيز فبقى طول الوقت برافو عليكي حد ما تلو عزيز فبالتالي بيعايش مهسس وخاف صفارة الإنذار بتضرب أنا لازم أتعلم أتعامل مع صفارة الإنذار دي لازم أبقى فاهم أن الخوف مش هيفيد كل الموضوع ده يتلخص في أن أنا أتعلم أعيش النهاردة لأن خوفي من بكرة مش هيفيد وحزني على مبارح مش هيفيد وأتعلم إزاي أوكل أموري لربنا حق توكيل لأنه هو ده فعلا اللي بيفيد وهو اللي بيدبر الأمور أنا زي ما بيقوله كده أنا بقدف وهو بيوجه الشراع بشكرك يا محمد جدا نوارتين في يوح كأننا وطبعا حلقاتنا كلها مسمرة وجودك دايما بيبقى مفيد لنا وكل المشاهدين شكرا يا محمد محمد عراقي بشكرك جدا لايف كوتش ومدرب حياة وعلاقات ويعني إحنا محتاجين جدا تخصص ده في حياتنا نوارتين يا محمد طبعا أنا عايز أقول كلمتين كده في الآخر لأن أنا بجمع كل المشاكل وكل الحاجات اللي أنا بعيشها طول الأسبوع عشان أديكم الخبرة دي النهاردة لو بنتكلم على الطاقة الإيجابية لو بنتكلم على الطاقة السلبية أنا عايز أقول حاجتين للبنات اللي بعتلي مشاكلهم أول حاجة تعالك تربع البنات اللي بتكلمني وبتبعتلي خايفة سنها يكبر وما تتجوز فأنتي ولا في الدماغ إنتي هتعيش حياتك هتشتغلي هتحبي نفسك هتحبي شكلك تعيشي تعيشي الحياة 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 بتجري السنين بتجري ففجأة تلاقي ناسك في العشرنات دخلتي في التلاتينات ليه إنتي قاعدة أنا خايفة خايفة سني يكبر هاي يكبر بس لو إنتي بقى شايلة موضوع من الدماغي خالص هتتجوزي وهتعيش حياتك فرقم واحد الخوف إن أنا أتجوز متأخر فنكس مفيش إحنا هنتجوز في الوقت اللي ربنا يقوله خلاص إحنا مش مستنين إحنا عايشين حياتنا كده كده ويجي أو ما يجيش إحنا تمام تاني حاجة الخوف من الفشل تم هل أنا عملت اللي علي واكتهدت وقمت وجريت وشئت وبعد كده قلت أصلا أنا خايفة فشل إنتو عارفيني الناجح عمره ما بيبص للفشل هو عايز ينجح أكتر ووصل أكتر وبدل ما بقى موزيعة بقى رئيس القناة وبقى وزيرة إعلام وهو بقى كذا يعني دايما أنا بصل للأعلى الأعلى لكن أنا ما بقولش النفسي أنا ممكن نفشل لا أنا ما بفكرش في كلام ده خالص ليه؟ لأن أنا بشتغل لكن دايما اللي بفكر في الفشل هو بيقعد في نطاق الفشل في الزون بتاعت الفشل تالت حاجة الشباب بقى الرجالة لأنه برضو يعني ليهم مشاكلهم والله وفي نفس الوقت زي ما البنت خايفة تتجوز متأخر هو كمان عايز يتجوز وعايز يخلف وعايز يعمل بيت لكن ما تحط الشروط جينفر لوبيز ذات نفسها مش موجودة فيها الشروط اللي انت حطيتها فييجي يبقى لسأنا خطبت مرة واثنين وثلاثة وعشرة ايه الشروط اللي انت حطيتها ايه تموحاتك في بنت شريكة الحياة اللي انت عايز تشاركها حياتك فبالراحة نفسيا انت مش تاخد كل حاجة يعني المال والجمال والسلطة واللي واللي انا بشوف شروط عجيبة انا بتشل ببص كده في المشكلة وما انت عايز مين يا بابا تتجوزها فحط اهداف تلي مع حياتك واخر نصيحة دايما دايما بتجيب لنا مشاكل وتلت اربع الانفصال والطلاق والطاقة السلبية والاحباط بيجي لما ارتبط بحد مش شبهي مش شبهي لحالته الاجتماعية ولا الثقافية ولا التربيت وتربيتي فواحد جاي من محافظة وانا من محافظة هو متعلم يأكل على الطابلية انا متعلمها أكل على الصفرة فكل الكلام ده دع على راسي ودع على راسي بس مش شبهي يعني هتليم يقولي الكلام انت مش هيعجبك هيعيش حياة لايف ستايل كلها مش مش بلتاعتي فتبتدي هو انا ما يعجبنيش انا ما يعجبنيش هب مفيش علاقة بازة فانا يا جماعة الرفق بقلوبنا يعني انا عشان اطططب على قلبي واش حياة هدية لازم اختار شريك حياة شبهي شبهي نبقى احنا الاتنين زي بعض اجتماعيا برضو شبه بعض الفروق بسيطة جدا لكن شبه بعض ماينفعش انا ابقى فين وهو فين واجه اقول بيحقد علي بنفس علي ده بيغير مني ده عشان انا معايا فلوس هو لأ ده عشان انا بنت فلان وهو لأ ده عشان مامت طب ما انا اللي جايب المشاكل لنفسي فيا بنات ويا شباب اختاروا صح عشان ما تدخلوش طريق حياة كله احباط وطاقة سلبية ومعاناة والقلب لما بيتوجع صعب قوي عشان نعرف نرجعه تاني لحالته الطبعية ونبضات قلبه الجميلة الطبعية يلا اشوفكم على خير ان شاء الله وكنت معاكم امام مختار ودايما بكون معاكم يحكى انه كل يوم اتنين ساعة سبعة على شاشة القناة الاولى ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب السعادة والخير لكم جميعا شكرا